أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والزن يوحي بعضهم إلى بعضهم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب فالصلا والذين آتينهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخلصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الله مضطرتم إليه وإن كثيرا ليظلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر اللثم وباطنة إن الذين يكسبون اللثم سيجسون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لمذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعطموه منكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَانْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَاتِ لَيْسِ بِخَارِجٍّ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن أمن حتى نؤتى بالسماء ترسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذابهم شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجل صعد الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرهم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمدع بعضنا ببعضهم وبلغنا أجرنا الذي أجرنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن يرين سلم يأتيكم رسلهم منكم يقصون عليكم آياتي يمذرونكم لقايا بكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ربك الغلي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عاملون فستعلمون من تقوم له عاقب الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلون لله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء زعمهم أنعام الحر من ظهورها وأنعام لا يذكر نسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه أنعام خالصة لذكرنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتتاك فهم فيه شركاء سيجزيهم أصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها غير علم وحرموا ما أرزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مع روشات وغير مع روشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيت والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمرت حقه يوم حصاده ولا تستفوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام همولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله لا تتبعوا خطوها للشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعج اثنين قل آآ الزكرين حرم أم الأمثيين أم اشتملت عليه أرحام الأمثيين نبئوني بعلم لن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل آآ الزكرين حرم من الأمثيين أم اشتملت عليه أرحام الأمثيين أم كنتم شهداء إلى الصاقب الله بهذا فمن أظل ممن افترى عبد الله كذبا لظل الناس وغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ودمان مسروحا أو لحم خنزير فإنه الرجس نفسقا إلا لغير الله به فما أني ضطر وغير باغ ولا عيد فإن ربك غفوذ الرحيم وعلى الذين هاد حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغرم حرمنا عليهم شعورهما إلا ما حمل الظهورهما بالحوايا وما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقود الذين اشتقوا لو شاء الله ما اشتقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علمين فتخرجوا ولنا إن تتبعون اللذر وإن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما شهداكم من والدين حسنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أيهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا الكين الميزان بالقسطة لا نكلف نفسا لله سعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم بما اتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي يحسن تفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أن صلى الله باركم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أمزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنكم من كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أمزل علينا الكتاب لكم أهدى منهم فقد جاكم بينتهم من ربكم هدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهما كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم نبديهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيد فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي لا سراط مستقيم دينا قيما منذ إبراهيم حنيفا وما كرم ذا المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك مرتعن هو بالمسلمين قل لغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الله عليها ولا تزر أزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فاق بعضهم درجات اللي يبليكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يقوم في صدرك حرجا منه لتغير به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قضية نهلكناها فجاها بأسنا بياتنا وهم قائل فما كان دعواهم إذ جاهم بأسنا إلا أن قالوا إنكم ظلمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصرن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزد يومئذ الحق فمن ثقلت موعزينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موعزينه فأولئك الذين خسروا أن رسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من مطين قال فاهبط منها فبع يقول لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فلما أغويتني لأقود أن لهم سرعة كلمستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شبائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذعوما مدحورا لما انتبعك منهم الأمر أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكل من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشغرة وتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدأ لهم ما أغور عنهما من صواتهما وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن النصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فدت لهم أصواتهما أتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لكون أبن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في العدو مستقروا ومتاعدنا حين قال فيها تحيون فيها تموتون منها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس أيوار سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبيكم من الجنة ينز عنهما لباسهما لأريهما سواتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله خبرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسطة واقيموا وجهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين لك الدين كما أبدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون قل من حرم زينة الله الذي يخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذي دامن في الحياة الدنيا خالصتا يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم البغيب بغيب الحق يعاند الشيء بالله ما لبنزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخدون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسلهم من كل قصر عليكم آياتي وأن التقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزن والذين كذبوا في آياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الماري هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالكم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يطفونهم قالوا وإنما كنتم تدعون من ذله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن لنسف النار كلما دخلت أمة اللعنة أختها حتى إذا ادارقوا فيها جميعا قال تقراكم لأولاكم ربنا هؤلاء يضلون فاتج معذبا جعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم يخراهم فما كان لكم علينا من فضلهم فذوقوا العذاب بما كنتم نقسمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا دخلون الجنة حتى يلجى الجمر في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم نهادو من فوق مرواش وكذلك نجزي الظالمين والذين أمروا من الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل بجري من تحته من الهر وقالوا الحمد لله الذي هدى من هذا ما كنا نره أهدد لولا نهدان الله لقد جات رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أغلستمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة الصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعبة الله على الظالمين الذين يصدون عنهم سبيت الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل أمس ما هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صدفت بصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القام الظالمين ونادى أصحاب الأعراف الجنة أن يعرفونهم بسيما هم قالوا ما غمى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الأعراف الجنة أن نفيدوا علينا من الباء ومن مرزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبى وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء وماذا ما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصل الله على علم الهدى ورحمة القام يؤمنون هل ينجرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت بسر ربنا بالحق فهل لنا من شفعا فيشفعوننا أو نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والعرض في ست ديام ثم استوى عدى العرش يغشي الليلة النهار يطلبه حسيثا والشمس القمران نجرم السخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تطرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعض إصلاحها ودعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يصل الرياح بالشام بين يدي رحمته حتى إذا قلنا سحابا ثقالا 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 لبادي ميت فأنزلنا به الماء فأخرنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خفز لا يخرج إلا نكدا كذلك نصر لكل آيات لقوم يشكرون لقد رسلنا لحد لقومه فقال يا قومي عبد الله با لكم من الله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا نراك في ظلاله مبين قال يا قومي ليست بظلالة ولكن يرسلون من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبعجبت من جاءكم ذكرون من ربكم على رجل منكم لينذركم وإذا تتقوا ونعلكم ترحمون فكذبوه فأنزلناه والذين معه في الفلو وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنكم كانوا قوما عمين وإلى عاد بن أخاهم هودا قال يا قومي عبد الله با لكم من الله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذي تكفروا من قومه إنا نراك في صفاة وإنا رسول نكونا الكاذبين قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم لسالات ربي وعنا لكم ناس حنمين أبعجبت من جاءكم ذكرون من ربكم على رجل منكم من يوم ذلكم وذكرون ذلكم خلفاء من معدقى منوح وذاتكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا للعبد الله وحده والأول ذر ما كان عبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إنكم بمن الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجل وغضب أتجادلونني في أسماء مسميتمها فأنتم أباكم ما نستغل بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا ذاب الذين قذبوا بآياتنا ما كانوا أمنين وإذا تموت خاكم الصالحا قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاتكم بينكم من ربكم هذه ناعد الله لكم رايتان وظلوها فأكل فيها عبد الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادي وروكم في الأرض وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مستدين قال الملؤ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منه قالوا إِنَّا بِمَا أُؤْصِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال الذين استكبروا إِنَّ بِالَّذِي أَبَانَتُمْ بِهِ كَافِرٌ فَعَقَرُوا الْمَا قَتَوَعَتَ وَعَنَّا مِنْ لِرَبِّهِ مَقَالُوا يَا صَالِحُتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْمَرْسَلِينَ فأَخَذَتْهُمُ الرَّجِبَةِ فَأَصْفَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمٍ فَتَوَلْا عَنُهُ وَقَالِيَا قَالِيَا 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 قَالِكُمْ رَسَالَةِ رَبِّي وَنَصُّحْتُ لَكَ وَلَا كِلَّا تُحِبُّونَ النَّصِحِينَ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سِبْغَ قُومِهَا مِنْ حَدِينَ مِنْ عَلَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاخْرُجُوهُمْ مِنْ قَرْيَةِكُمْ مِنْ نَخْبُ نَصِرِينَ يَتَطَهَّرُونَ فأنجيناه أهله إلا أمراضه وكانت من الغابرين ولما كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم نطرا فانجرغي فكان أقبض المجرمين وإلى مدينا خواهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من الله غيره قد جاتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيد المنسان ولا تبغسوا الناس الشياف منها تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سُرَاطِينَ وَتَصُدُّونَ عَيْمَ سَبِيدِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِوَجًا وَالْقُرُوا إِلْقَاتٌ قَلِيلًا فَكَثَّعَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ عَمَنَ بِالنَّذِي رِسُلُّهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ أَمِنُوا فَاسْفِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اشتركوا في القناة